نشرة إخبارية وهذه عنوانها المفاتيشون يغادرون سوريا وأوباما يتواعد بضربة محدودة للنظام السوري وتنظيم القاعدة يدعو في بياننا المصريين لحمل السلاح ضد الجيش من أجل إرساء ثقافة تربوية حقيقية سلال يدعو نقابات القطاع التربية الوطنية لانتهاج الحوار الدائم أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة بداية بالشان الدولية وفي سوريا وصل فريق مفاتيشي الأمم المتحدة للأسلحة الكيموية الذي كان يحقق في هجوم كيموي مزعوم في سوريا إلى مطار بيروت الدولية اليوم السبت بعد أن استكمل تحقيقاته التي استمرت أربعة أيام وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن فريق خبراء الأسلحة الكيميائية انتهى من جمع العينات والأدلة فيما يتعلق بهجوم كيموي مزعوم أدى إلى مقتل مئات الأشخاص في منطقة الغوطة قرب دمشق وإن تحليل العينات التي جمعها المبعوثون قد يستغرق أسبوعين على الأقل هذا وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بلاده تبحث توجيه ضربة محدودة النقاط أو النطاق للنظام السوري معتبرا أن استخدام الأسد للكيموي تحدي للعالم وتهديدا لحلفاء أمريكا في المنطقة أما بخصوص الوثائق الاستخباراتية التي تدين الأسد أوضح أوباما بقوله نتشاور مع الكونغرس حول كشف وثائقة عن تورط نظام الأسد وفي الوقت الذي تستمر فيه التحضيرات الأمريكية لتوجيه ضربة محدودة لسوريا أفد مسؤول أمني سوري أن دمشق تتوقع ضربة عسكرية غربية في أي لحظة مؤكدا أن النظام السوري جاهز للرد في كل لحظة كذلك وعلق ذات المصدر على التصريحات الأمريكية الأخيرة بكون قضيتهم خاسرة وغير عادلة ولا تمت بصلة إلى الأخلاق والقانون الدولي وفي شان المصري دعت أحد أذرع تنظيم القاعدة في بيان أضيع على شبكة الانترنت يوم السبت المصريين لحمل السلاح ضد الجيش وقالت أن القمع الدموي للمحتجين الإسلاميين يبين عدم جدوى الوسائل السلمية إلى العاصمة العراقية بغداد أعلن رئيس الحكومة العراقي نور الملكي اليوم السبت مسندته لمطالب المتظاهرين العراقيين المطالبين بالغاء الرواتب العراقي أو التقاعدي للبرلمانيين والرئاسيات أو رئاسات الثلاثة الجمهورية الحكومة والبرلمان وأصحبه الدرجات الخاصة فضلا عن تعديل رواتب الموظفين مجددا تأكيده دعم هذا التوجه سواء في الحكومة أو من خلال كتلة دولة القانون في مجلس نواب ولد الرأي العام من أجل تحقيقه في موضوع آخر تتعرض المواقع الأثرية الكبرى والثمينة في مختلف البلدان العربية التي تعاني من أثر التدميم جراء مخلفات الربيع العربية إلى النهب والتدمير الشامل جراء الصراع الضائري هناك وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو من أن التراث الثقافية الثري في الوطن العربي والذي اعتبرت خسارته خسارة للبشرية جمعاء ورقى في المضوء مع زهيدة تابت المتاحف المواقع والقطع الأثرية العربية وحضارة الألاف السنين في مهب الريحة يتعرض التراث العربي في مختلف الدول العربية التي مستها أحداث الربيع العربي الذي أكل الأخضر واليابس إلى إطلاف الشامل وتخريب وتدمير عن نسح تاريخ أمة يمتد إلى العصور الأولى حيث تتعرض المواقع الأثرية الكبرى والثمينة في سوريا مصر العراق ليبيا وتونس ومختلف الدول العربية إلى النهب والتدمير الشامل جراء الصراع الدائر هناك وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة يونسكو من أن ثراث الثقافي الثري في هذه الدول يتعرض للنهب والتدمير وأكثر الأضرر التي لا يمكن إصلاحها تأتي في نهب التحف من المواقع الأثرية وأظهر تقرير حول واقع الآثار السورية خلال السابع والعشرين شهرا منذ اندلاع الأحداث الدامية في مارس 2011 حجم الأضرر والأدى التي تعرضت له المواقع الأثرية خلال هذه الفترة والتي تأتي استكمالا لعملية استهداف الحاضر والتاريخ والإنسان العربي وعلى المجتمع الدولي والعالم أجمع أن يتذكر أن الثراث السورية الأثري هو جزء من الثراث الحاضري الإنسان العالمي وأن خسارة أي مكون من مكوناته هو خسارة للبشرية جمعاء وبالعاصمة الصينية بيكين لقي 15 شخصا مصرعهم وصيب 26 آخرين في تسرب لسائل الأمونيا بمنطقة بوشن في وحدة لتبريد تملكها شركة للمواد الغذائية البحرية في مدينة شانكهاي بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصينية ويمكن أن يسبب هذا السائل في إتلاف أنسيجة الرئة ما يؤدي للوفاة أو حروق كيمائية في الجيد تبقى لما ذكرته الإدارة الأمريكية للسلامة والصحة في العمل والتي لم تحدد ما إذا كان ضحايا هذا التسرب من سكان المنطقة أو العاملين في الشركة عودة إلى أخبار الوطن دعا الوزير والأول عبد المالك سلال نقابات قطاع التربية الوطنية إلى انتهاج الحوار الدائم والتعاون من أجل سائل ثقافة طلبوية حقيقية وأوضح سلال في كلمة له خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية الخاصة بالتحضيرات الأخيرة للدخول المدرسي 2013-2014 أن الحوار الدائم لا بد أن يمسى الحقوق والواجبات دعيا نقابات القطاع وأولياء التلميذ لتعاون من أجل إرساء ثقافة تربوية حقيقية هذا وبشرت العديد من مديريات التربية عبر الوطن في نشر نتائج مسابقة توظيف الأساتذة لسنة المالية 2013-2014 كما تم شروع في نشر سلب التنقيط لجميع المترشحين الناجحين في المسابقة لأول مرة ومنح قرارات التنصيب خلال الفاتح من شهر سبتمبر القادم وفي سياق ذي صلة تمت استشارة مصالح الوظيفة العمومية أكثر من مرة لتطبيق مبدأ العدل والمساواة كما نصت عليه المراجع الخاصة بالمسابقات لتوظيف الأساتذة في الأطوار الثلاثة في الملف الأمني تمكنت وحداته والجيش الوطني الشعبي مرفوقة بوحدات الدرك الوطني وفرق الأمن الوطني من القضاء على إرهابي على حافة واد منطقة بنزوران ببغلية في ولاية بومرداس حيث كانت وحداته الجيش الوطني الشعبي قد حاصرت المجموعة الإرهابية لتتمكن فيما بعد من القضاء على إرهابي واحد أصدر رئيس التنصي منصف المرسوقي قراراً باستحداث منطقة عازلة على الحدود مع ليبيا والجزائر وذلك لمكافحة تهريب السلع والأسلحة وأوضح وزير الدفاع التونسي إلى أن العمل بهذا القرار الجمهوري سيتواصل لمدة سنة على أن يتم تنديده عند الحاجة مبيناً أنه بمجب هذا القرار تتولى السلطة العسكرية القيادة العملياتية في هذه المنطقة التي تقتضي تنسيق عمل مختلف مختلف الجهات الأخرى المكلفة بتنفيذ القانون من شرطة وحرص وطنية وغيرهم وأوضح وزير الدفاع التونسي أنه يجوز لسلطة العسكرية أن تحول كامل المنطقة الحدودية العازلة أو جزءاً منها إلى منطقة مغلقة في موضوع آخر أدت الأمطار التي شهدتها منطقة عين الشانية ببلدية العوينات 65 كم شمالة بسا ليلة أمس إلى حدوث حالة من الطوارئ بسبب انهيار المباني الهشة حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية طيلة نفس الليلة إن تم نقل العديد من المصابين إلى مستشفى العوينات من بينهم إصابة 14 فرداً من بينهم ثلاثة أطفال بجروح خطيرة في حين أدى تساقط حبات برد من الحجم الكبير إلى تحطيم أسقف العشرات من المنازل وضرر الابتدائية الوحيدة بالمنطقة بنسبة كبيرة كما أثر ارتفاع منسوب المياه بها مصادر أولية 62 سكناً هشاً تشهد مدينة تميوين بل بلدية الحدودية مع مالي والقريبة من مدينة برجبج مختار هذه الأيام غلياناً بسبب غضب المواطنين وترجع أسباب هذا الغضب الشعبي حسب رسالة بعثتها بعض الجمعيات المحلية إلى والي أضرار إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها سكان المنطقة منها مشكل ما يتعلق بتزويد المنطقة بالطاقة الكهربائية حيث حسب مصدر المحلي فإن بلدية تميوين تزود بالكهرباء لمدة 6 ساعات يومية وينقطع لمدة 12 ساعة في اليوم طوال السنة وبهذا نختم وإياكم أوراق هذا الموجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر